كابتن اقرامي زي ما انتو شايفين برضو معايا في الصورة حريص انه يجي ويشارك في العملاء الانتخابية كابتن اقرامي من نجوم كرة القدم في مصر وحريص على التواجد ومشاكل في العملاء الانتخابية وكان حريص انه هيجود النهاردة زي وزي اي عوضوا في النادي الاهلي يحددهم وصيرهم ومستقبلهم كابتن اقرامي براحب بيك وقطعت الاجازة انا عارف انت خدت في لندن موجود مع حبيبة ومع رمضان صبحي وحريصكم موجودة النهاردة وتشارك من اجل عضايا النادي الاهلي وجمهاري النادي الاهلي ان يوم تاريخي النهاردة يكون المشاركة كبيرة والاختراع سري فبنتكلم في العملاء الانتخابية وحريص حضرت كثير انتخابات الفترة السابقة وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زي ما انت قلت ان انا فعلا اطعت الاجازة بتاعتي ورجعتها عشان اكون موجود النهاردة في يوم تاريخي وان شاء الله يكون يوم غير مسبوق في تاريخ الجماعات العمية للاندية كلها مش النادي الأهلي بس وهيكون يوم تاريخي بالنسبة لنادي الأهلي بالكسافة العددية اللي أنا شايفها النهاردة وأقبال الأعضاء أعضاء الجماعية العمومية للنادي الأهلي على الإدلاب أصواتهم النهاردة فأنا شايف إن شاء الله هتكون عملية تاريخية بالنسبة لمصر كلها إن شاء الله عندي معلومة ربطان كان عايز ييجي بس ارتباطه بالدور الإنجليزي كان عنده مبارا بالأمس هو للأسف ما كانش يقدر ييجي لأنه عنده مبارا يوم السابت كمان يعني للأسف آه وانت عارف الدوري المضغوط عندهم لكن هو طبعا حملني أمانة أن أنا لازم أكون متواجد والحمد لله لأديني متواجدة هوت وبشارك مع أعضاء الجماعية العمومية في انتخاب رئيس وأعضاء مجلس أدارة النادي الأهلي إن شاء الله كم مرة حضرت الانتخابات كابتن إكرامي؟ لا كتير كتير أنا بقالي أكتر من خمسة عدو عامل في النادي الأهلي يعني حضرت انتخابات كتير قوي أيام الله يرحمه ساد فريق مرتاجي والله يرحمه كابتن صالح والله يرحمه كابتن عبد صالح الوحش يعني حضرت كل جماعات الأمومية للنادي الأهلي الحمد لله يعني ترجمة نانسي قنقر